في تطور خطير لتوتر قائم على الحدود بين السودان وإثيوبيا قتل ضابط بالجيش السوداني وأصيب آخرون في هجوم نفذته ميليشيات أثيوبية وتطور لمواجهات بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة نهر عدبر وذكرت الوكالة أن قوة من الميليشيات الإثيوبية توغلت واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نورين وقرية الفرسان مضيفة أن الاعتداء تواصل ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين مجموعة من الميليشيات الأثيوبية غرضهم سحب مياه من النهر اشتبكت معهم قواتنا في منطقة البركة ومنعتهم من أخذ المياه المتحدث باسم الجيش السوداني أضاف أن القوات الأثيوبية استخدمت الأسلحة الثقيلة وأن قوات بلاده دفعت بالمزيد من التعزيزات إلى المنطقة مشددا على عدم التهاون مع التعديات من الجانب الأثيوبي ومن حين إلى آخر تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات أثيوبية في منطقة الفشق الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد وهي منطقة زراعية نائية وتتهم الحكومة السودانية مواطنين أثيوبيين بزراعة أراضي داخل حدودها وقدر وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين في وقت سابق عدد المزارعين الأثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية بـ 1786 مزارعا وأكدت الخرطوم أنها اتفقت مع أديسابابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الأثيوبيين إلى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائها الأثيوبيين موضحة أن لجنة مشتركة ستبدأ في وضع العلامات المحددة للحدود في أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في مارس 2021 ترجمة نانسي قنقر